مرد الفصال العظمي بيصيب إجمالاً فوق الستين طبعاً هلننشوف ليش هذا الاختبار مفيد أو شو هو بس أهم الشيء أنه هو إن شاء الله رح يتيح بالمستقبل التشخيص في المراحل المبكرة وليس في المراحل المتأخرة كما هو موجود الآن فإذا يسعى خبراء في جامعة وارك البريطانية لتطوير اختبار دم يسمحوا بتشخيص التهاب المفاصل التنكسي والمعروف بالفصال العظمي أو أوستيو أرتريتز في مراحله المبكرة نتابع التقرير لنتعرف على هذا الاختبار قريباً سوف يصبح بالإمكان تشخيص الفصال العظمي أو أوستيو أرتريتز في المراحل المبكرة من المرض وقبل عدة سنوات من ظهور الأعراض الجسدية التي لا رجعت فيها وذلك بفضل اختبار جديد تم تطويره من قبل باحثين في جامعة وارك البريطانية أردنا أن نفهم آلية وتطور مرض التهاب المفاصل العظمي وكشفه في مراحل مبكرة فقمنا بتحليل بيانات عدد من المرضى تم تحويلهم للاستشاريين بعد معاناتهم من ألم رهيب وأخذنا عينات من بلازمة دم المفصل والسائل الزلالي وقارن المكونات مع عينات لأشخاص أصحاء فوجدنا بعض التغييرات التي تفيد في المستقبل عن الكشف المبكر عن مرض التهاب المفاصل العظمي يعتمد هذا الاختبار على تحري وقياس بقايا صغيرة من البروتينات التالفة المتواجدة في بلازمة دم المفصل المصاب بسبب تغييرات في عمليات الأكساد والنترجة وغيرها ويتم التحليل باستخدام جهاز مطياف الكتلة ما توصلنا إليه هو أن هذا الاختبار دقيق بنسبة 99% في التشخيص المبكر عن مرض التهاب المفاصل العظمي والتمييز بين الأنواع المختلفة من أمراض المفاصل الالتهابية كالتهاب المفاصل الروماتويدي والفصال العظمي وغيرها والجدير بالذكر أن هذه الأضرار التي لحقت بالبروتينات في المفاصل المصابة بالفصال العظمي أو التهاب المفصل التنكسي كانت معروفة ولسنوات عديدة ولكنها المرة الأولى التي يتم استغلالها لتشخيص المراحل المبكرة من الإصابة خطوتنا التالية هي تطبيق هذا الاختبار على عدد أكبر من المرضى الذين يعانون من التهاب في بفصل الوركة ومقارنة النتائج وأيضا مراقبة مدى فاعلية تطبيق علاجات مناسبة في المراحل المبكرة من المرضى ويعتبر التهاب المفصل التنكسي أو الفصال العظمي من أكثر أمراض العظام انتشارا وهو تلف غير قابل للتجدد يصيب الأنسج الغدروفية المفصلية التي تعمل على تقليل الاحتكاك الناتج من حركة المفاصل وتعمل كوسادة لحماية العظام يعني دانيا يمكن أنا لأول مرة أسمع بهذا الموضوع لكن هذا الاختبار اختبار شيء جيد يمكن أن يكون له في المستقبل اكتشافات جديدة نعم لكن لو ممكن نعرف أكثر عن الفصال العظمي ومن يصاب به أكثر تمام الفصال العظمي هو حالة التهابية تنتج عن تلف أو انهاك الغدروف المفصلي الموجود في المفصل موجود يعني أحد مفاصل الجسم غالبا المفاصل اللي بيقى عليها تقل الجسم مثل مفصل الورك أو الركبة هو مرض طبعا يتدرج أو يتطور بشكل تدريجي وبطيء غالبا ما يصيب الأشخاص فوق الـ 65 النساء عرضا للإصابة به أكثر من الرجال أيضا ممكن أنه يصاب في صغار السن إذا تعرضوا لحادث أو لأذية أو لكسر بسبب لأي سبب من الأسباب وتشير الأحصائيات الأمريكية أنه في 27 مليون شخص في الولايات المتحدة مصاب به هم مرتبط بعمر معين؟ بجمالا فوق الـ 60 يصاب في الأشخاص لكن بدرجات متفاوتة طيب كيف يمكن تشخيص هذا الموضوع بما أنه يصبح في وقت أو يأتي في وقت متأخر وهل بما أن نتحدث عن هذا التحليل هل يعتبر هذا الاختبار فعلا واعد في المستقبل؟ نعم أول شيء التشخيص يتم عن طريق أخذ صورة بالأشعة السينية أو بالرنين المغناطيسي وطبعا أخذ القصة المرضية للشخص حالة المرض ملاحظة بعض التغيرات مثل تشكل أكياس تحت غدروفية تقلص مساحة المفصل يعني مراقبة كل هذه الأشياء لكن مثل ما أنت ذكرت أنه يتم التشخيص لحد الآن في المراحل المتأخرة من المرض لذلك يصعب العلاج لكن هذا الاختبار واعد جدا إذا أثبتت النتائج في المرحلة التالية أنه من نفس المرحلة الأولى أنه إذا بيقدروا شخصه هذا المرض في المراحل المبكرة فرح يتم في المستقبل تطوير علاجات كمان أيضا في المراحل المبكرة طيب هل هناك أسباب لهذا المرض يعني أسباب محددة مثلا شغل معين جلوس حمل زائد هل هناك أسباب؟ هنا في كثير أسباب تلعب دور الوراثة تلعب دور في بعض التشوهات الخلقية خصوصا تشوهات العمود الفقرية تلعب دور الجهاد المفصل أكثر من اللازم يلعب دور التعرض لحوادث وكسور وردود يلعب دور في عندك كمان أيضا إذا حركات خطأ زيادة الوزن تلعب دور جدا يعني كل هاي الأمور تعزز أو تزيد من الاحتمال الإصابي لذلك الكثير من اللاعبين أو الرياضين بشكل عام بعد اعتزال بفترة أو حتى ضمن عملهم ممكن ينصابوا بهذا الشيء لأنهم يكونوا أجهدوا المفصل خلال لعبهم للرياضة أكثر من اللازم لأنهم يعني يحتاجوا إلى جهد أكبر طيب هل هناك أعراض لمعرفة يعني إذا كان الشخص مصاب بهذا الفصل العظمي؟ هلا بيصير في كتير ألم خصوصا أثناء حركة المفصل بيصير في صلابة وتورم بيصير حتى بتظهر تدخمات عظمية فرضا في المفاصل الصغيرة التي تربط بين السلاميات الأصابع خصوصا المتوسطة والنهائية كل هاي أعراض تشير إلى أنه الشخص مصاب بالأستيو أركيتس طيب شو يعني العلاجات المتاحة؟ أنا يمكن سمعت مرة أنه فقط هناك يتم عمليات جراحية هل هناك غير موضوع العمليات الجراحية؟ هل تتدرج أخي نقول الطرق العلاجية بين بيبدأوا أول شيء بمسكينات الألم هي وظيفتها فقط تخفيف الألم بعدين ممكن ينعطم مضادات التهابات غير ستيرويدية هي لتخفيف الألم وتحد قليلا من الحالة الالتهابية ممكن إذا ما استفاد المريض بهذول تنتين يلجأ لحقن الكورتيزون طبعا ثلاث حقن في السنة يكون في فاصل بين حقنة وأخرى ثلاث أشهر إذا كمان ما فاد بيلجأوا لحقن مواد تساعد على زيادة اللزوجة مثل حمض الهايلرونيك كمان تقريبا خمس حقن في السنة ويتم مراقبة المفصل إذا ما استفاد المريض أو ما استجاب لكل هيد الطرق بيكون طبعا صار في المريض بمرحلة متأخرة فساعتها بيكون العمل الجراحي هو الحل الوحيد سواء يا إصلاح المفصل أو استبداله طيب يعني بما نتحدث على موضوع يمكن تحدثنا رياضيين ويمكن هناك جهد كبير هل هناك ممكن بعض النصائح لحتى الشخص يتجنب يعني أن يوقع نفسه في هذه المشكلة يمكن هي مشكلة صعب أنه واحد يتجنبها لكن ممكن بعض النصائح أهم شيء إذا فيه زيادة وزن تخفيف الوزن قدر الإمكان هي أول شغلة اثنين ممارسة الرياضة بانتظام تقريبا نصف ساعة في اليوم لكن ممكن أنواع الرياضة يجب أن تكون رياضة ما تسبب جهد للمفاصل خصوصا مثل ما قالنا الركبة والورك فلذلك ينصح كثير باستباحة بركوب الدراجة طبعا حتى إذا الواحد كثير بيجلس لساعات طويلة في العمل فيفضل أن تكون وضعية الجلوس مدروسة ويكون حتى ارتفاع الكرسي مناسب وما إلى ذلك طيب يعني دائما كما ذكرنا موضوع الجراحة ذكرتي بأنه هو الحل الوحيد لكن هذا يعني نعيد ونؤكد على موضوع بأنه هذا التحليل يمكن يؤدي إلى تطوير العلاجات ويمكن يؤدي إلى اكتشافات مبكرة في هذا الموضوع صحيح أو لا؟ تماما أحمد لأنه أنت هلأ عم بيختبروا إذا طبعا قدروا يشخصوا المرض في المراحل المبكرة فممكن رح يكون في كمان أمل أو يفتح هذا الشيء باب أمام مجال جديد من العلاجات التي تطبق في المراحل الأولى من تطور المرض فممكن أنه يستغني المريض في المستقبل عن العمليات الجراحة يعني نحن دائما مع كل جديد في نواكب تطورات الطبية وخاصة هذا الموضوع مهم جدا لما له من أو آلام على كل شكرا لك يا رشيد على كل هذه المعلومات تتابع معنا طبعا شبك سعيد كالعادة شكرا لكم